كربلاء وأكد أن العبادي والصدر بحثا في ملفات عودة كتلة الأحرار إلى التحالف الوطني والعلاقات ما بين أطراف التحالف ومصير مفوضية الانتخابات والعلاقات الخارجية لأن العبادي يسعى لإنهاء الخلاف بين أقطاب العملية السياسية وكشفت مصادر مطلعة عن انضمام رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم إلى اجتماع العبادي والصدر في محافظة كربلاء لكن بأخرى تحدثت عن وصول السيد الحكيم إلى منتصف الطريق إلى كربلاء ومن ثم عاد إلى بغداد لأسباب لم تعرف الحقيقة سنعرفها من السيد رعد الحيدر القيادة في المجلس على الإسلام شكرا سيدنا شكرا جزيلا الله خير الله يفضلك شكرا سيد رعد الله يفضلك شكرا دعنا نبدأ بالقضية التي دائما نتحدثها برأس المصادر سيد الحكيم لم يذهب إلى كربلاء أو راحل كربلاء أو بالفعل لأنه الساعات الأخيرة تحدث عن أنه صار شيء بالطريق وسيد الحكيم رجع لم يصل إلى كربلاء بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام لا أبدا السيد الحكيم قاعد في بغداد وكان عندنا اجتماع المكتب السياسي المجلس الأعلى ولم يخطو خطوة خارج بغداد في اتجاه هذا الاجتماع ولم يكن هناك أي شيء من هذا القضيط يعني بهاي الحالة حضرتك تنفيل القضيتين أنه انضماما للاجتماع لم ينظم ولم يذهب إلى نصف الطريق ولا إلى رقع الطريق يعني قد يكون في بغداد وطلعت الأخبار والغريب أن الفرات أيوان نقلت هذا الخبر هو اللي شكت شكت بهذا الموضوع نحن حقيقة صار قدنا أيضا شكلا قدنا اجتماع بعد روح ساعة ديان شنو اللي يوصلكم عن الاجتماع لأنه القضية ده تخص عودة الكتلة الحرارة للتحالف الوطني المفروض أنه أو الطبيعي أنه السيد الحكيم يكون عنده علم بالتفاصل لا اجتماع تقصد مع السيد الأبادي السيد الأبادي لم يترشح شيء سوى ما جاء في الإعلام ولكن نتحدث عن الاجتماع اللي احنا اجتماعنا يعني سماحة السيد الحكيم مع السيد مقتضى الصدر إذا حبيت يعني تكون لا لا ضروري على اعتبار أنه هي مكملة هسنا ما هذا تستدلي لكن حضرتك سبقتني جيد خليني أعرف رح أحتاج أعرف وجهات النظر الخاصة بكل التفاصيل اللي شغل الوضع العراقي يعني نتحدث عن عودتهم للتحالف الوطني الاتفاقات على المفوضية لأنه تم معرف موقفكم صار تصعيدي بالنسبة للمفوضية يعني في واقع الحال الزيارات أولا لم تنقطع يعني مع السماحة السيد مقتضى الصدر لم تنقطع خلال هذه الفترة الزيارات أو الاتصالات أو الشيء منها قريب صح هما الأخوة أعلنوا موقفهم خارج التحالف ولكن ليس معنا ذلك أنه قطيعة نحن متواصلون مع جميع الكتل السياسية ذا كيف بكتلة مثل التيار الصدري اللي أدنى إلى الآن إحنا أدنى تحالف معهم في جميع المحافظات وإذا تذكرون في موقفنا من إقالة محافظة بغداد كان موقفنا الانضمام مع احترام المواثيق اللي أعطيناها إلى كتلة الأحرار باعتبار أنه أدنى اتفاقوا إياهم بشكل عام جميع هذه الأشياء اللي تفضلت بيها أولا مسألة الانتخابات مسألة قانون الانتخابات مسألة مفوضية الانتخابات كانت سماحت قلق في هذه المسائل يرى أن المفوضية عيسى محمد عدم على تبار أنا زائرين إلى سماعة سيد مقتدى صلى كانت قلق من المفوضية قلق واقع من المفوضية أنه مفوضية غير نزيهة المفوضية عملت أشياء مخالفة في الفترات السابقة إذا تستمر إلى هذه الانتخابات القادمة سيكون لنا موقف حاسم شيء من هذا القبيل نحن نتفق معهم في مسألة تغيير مفوضية ولكن في طريقة تغيير مفوضية عدنا خلاف مع الأخوة بالأحرار فلذلك حاولنا طمأنة سماحت أنه بالفعل المفوضية هذه ما تبقى ما تبقى بعد تاريخه يعني إلى بعد 22-9 ما تبقى المفوضية هذا سمحت لي سيدنا أنت توصلت فكرة أنه كل اللي يجري الآن بخصوص المفوضية ما يستاهل قبالة الوقت اللي متبقئ لها بالضبط هذه وحدة اثنين أكون عدنا استعدادات للانتخابات القادمة هذه إذا إحنا أربكنا عمل مفوضية من قبيل جهاز تسريع النتائج من قبيل جهاز البايومتري من قبيل تسجيل الأحزاب وهو الأهم اليوم تسجيل الأحزاب أعتقد 24 حزب لحد الآن سجلوا من 330 حزب وإحنا مقبلين على انتخابات إجراءات تسجيل الأحزاب مهمة واحدة من أهم الإجراءات هو مصادقة المفوضية مجلس المفوضين على الحزب كي يكون حزب سياسي له رسمي يمكن الاشتراك بالانتخابات غيبوا من صلاحيات أي شخص جيبوا الوقت عبدا مجلس المفوضين فهذه احنا معناها عطلنا عطلنا هاي الأمور اللي ذكرتها التلاثة طبعا غير الأمور الأخرى في حين هي تتبدل 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 المفوضين جيت نسبة استجابة لهذا الكلام احنا حقيقة احنا اقترحنا على سماحتي أنه احنا جادين في دفع لجنة الخبراء لانتخاب مفوضية جديدة وبالفعل بالهيئة السياسية الاجتماع الأخير للهيئة السياسية ألزمنا أو دفعنا الأخ رئيس اللجنة وهو حاضر كان بالاجتماع الدكتور عامل خلسائي أنه ينهي الهذب في وقت حطينا على الثقف أنه تنهي مسألة اختيار العضاء المفوضين الجديدة بالانتخابات وفق الضابط اللي أنتوا حاطيها داخل الهذب ولكن الوقت حصرنا به احنا البارحة أعلننا هذا الاعلان أنه بالفعل احنا جادين في مسألة تغيير المفوضية وإذا ما شفنا أن هناك تسويف في مسألة الوقت في مسألة كذا أو أكو رغبة لتمديد عمل المفوضية بعد 22-9 احنا من أول الناس ككتلة مواطن سننضم إلى التيار الصدري في مسألة إلى كتلة الأحرار في مسألة إقادة مفوضية لذلك يا رسالة بس إذا أسمحتك قبل الرسالة الشارع بصراحة كل شيء قام يخاف من أي تحرك تدري أنت أي تحرك بالشارع بيتأثيرات سلبية يعني التظاهرات هي حق كنا متفقين لعلنه هي حق مشروع الحديث اللي بدأ يدور وتصريحات ممكن تكون بتصريحات منفردة من نوع كتلة الأحرار أن السيد الصدر ممكن يكون عنده تحرك أقوى على مستوى الشارع إذا ما وقيلتها المفوضية كلامك الآن اللي نقلا عن اجتماع اللي صار مع السيد الحكيم غير هذا المفهوم أنه أكو إمكانية لإقتناع السيد الصدر بالخطوات القانونية والدستورية وترك الشارع بهدوء الآن لحد ما أشوفون رح تهصنوية خلي نفتن عندك أكثر أنا لا أتحدث عن قرار لسمحته أنا أتحدث عن الشيء اللي صار بصرح تفاهم نعم الشيء اللي صار اللي صار واللي دانس عائلة أنه بشتى الطرق باللقاء معهم مباشرة مع الأخوة في الكتلة الأحرار مع سماحته مع غيره إيصال رسائل إطمئنان إلى سماحته أنه بالفعل الشيء اللي هو يتخوف منه إحنا ما حنتقرب له وهو قضية قضية تمديد المفوضية وحتى كتباني داخل التحالف الوطني على أنه الوجوه تتبدل الوجوه المفوضية تتبدل يعني إحنا مونيجي ندخل المفوضية منها ونطلعها بعنوان مفوضية جدي وهي نفس الوجوه أكو رغبة مرجعية أكو رغبة شارع أكو رغبة قوة سياسية بتغيير الأفراد لذلك لذلك هي رسالة للشارع قصدك الوجوه لو النفوذ لا لا الوجوه أنا أقصد لأنه نحن نتحدث عن هيئة هيئة مفوضين لنحن نتحدث عن المفوضية والوجوه رح تتغير لكن قضية النفوذ ما نقصد النفوذ يعني الأحزاب تتجر إيديها أو الموظفين داخل الهيئة أحن نبدلهم داخل المفوضية تغيير النسب بالنتيجة ولا شون تتغير النسب يعني إحنا تغيير النسب نفوذ القفص لا 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 إحنا الآن أمام مجلس مفوضين أمام تسع أفراد مجلس مفوضين ذو لا يكونوا تبدلون يتبدلون أكو رغبة أكو رغبة داخل التحالف إنه استجابة لمطالب الناس والمرجعية ولكذا أنه من ما نمتنسكين بأحد ما عدنا مشكلة مشكلة شخص يعني إحنا مشكلة أنه بالفعل أولا تأتي مفوضية قادرة مفوضية كفوئة يعني عضاء كفوئين قادرين يديروها بشكل صحيح إحنا يصر إذنك كتل سياسي يصر إذنك طمعنان أنه بالفعل هذه مفوضية جيدة لأنه مخرجات سياسي مخرجات كل بناء العملية السياسية العملية السياسية هي النتائج المفوضية أو الانتخابات فلذلك الكل يعني استجابة على كلام بعد انتهاء عمل المفوضية الحالية لا من الآن نبدأ به لا لا يعني بذبط أقول أنه عملية ولادة طبيعية وليس ولادة قيصرية نعم نحن نقيلهم الآن وطبعا إذا أقلناهم أيضا نعقع بنفس المسألة أنه نأتي إلى لجنة الخبراء وننتظر حتى تصير المفوضية جديدة هاي الفترة شوف فترة حرجة من يدير المفوضية كيف تدار من يدير هذه المسائل اللي اللي تحدثنا عنها احنا أمام انتخابات قريبة يعني يعني دعش شهر تقريبا أو عشرة أشهر باقين للانتخابات القادمة الاستعداد لها أقل شيفة ست سبع تشهر قبلها ذلك رؤيتنا أنه تبقى هاي المفوضية تبقى بهالشكل ولكن مع عزم على تغييرها السيد الحكيم ما خرج من السيد الصدر بصورة واضحة أو بكلام أولي عن نيات المقبلة لا ولكن كان حقيقة كان سمحت يعني مستجيب مرتاح إلى الحديث منسجم مع الحديث طبعا الحديث لم يقتصر على هذا الشيء على رئاسة التحالف صار حديث على مجريات الأمور صار حديث يعني بالنتيجة زعيمين مهمين يجلسون لمدة ساعتين أكيد أحاديث مهمة وأكيد أحاديث أساسية جرت خلالها جيد الأهم أثير حول هذا الاجتماع هو خروج السيد الحكيم و السيد الصدر بدون أتمر صاحبي مهي لو خرج زعلان لو أكو نتائج مردن يحجبك واحدة منها تختار واحدة منها لا لا تنتظر يحنا يتدور عليكم مشاكل طلعوا مبتسمين وارتاحين وكل شيء إن شاء الله في مكاني يعني ما أكو قضية أنه زعل أو عدم تواصل لا أبدا وحتى التبرير اللي صار أنه ما أكو دعم أوتمر صحف لأنه زيارة عائلية لكن نسمح هذا الكلام من حضرتك زيارة على مستوى المشاكل العليا طبعا أكيد هكذا زعيمين يلتقون في هذه الظروف وخاصة مع سلسلة لقاءات إذا شفتوا طلعتوا على سلسلة اللقاءات اللي بدأت من وزيري الدفاع والداخلية ثم رئيس التحالف الوطني ثم رئيس المجلس النواب ثم رئيس الوزراء بالنتيجة ما أكو زيارة عائلية في هذه الوسطة زين سيدنا نعرف الكلام تتكلم به حضرتك أكيد بعدين رح تتحمل مسؤوليته الأهم أشيع عن هذا اللقاء واللي تبع اللقاءات الأخرى أنه كان كان يكو اتفاق بين السيد الحكيم و السيد الصدر على دفع الانتخابات لشهر نيسان 2019 و السيد الحكيم 19 18 يعني مسؤولي اللقاءة و السيد الحكيم رح ي هليني أستخدم مصلحي جس نبض السيد الصدر لا لا مخالفة دستورية أولا ثانيا لا يوجد رغبة لم نسمع هذا الشيء من أي من الكتل السياسية إلا اللهم إذا أكو شخص يريد يعرق للعملية السياسية وإلا اليوم الانتخابات هي الأساس أبدا خط أحمر الانتخابات النيابية خط أحمر تماما أولا مخالفة دستورية اثنين نقع بالمحذور أن مجلس النواب يقال وتنتهي عمله وتبدأ عملية تصريف أعمال ما بها أي مستفيد من هذه العملية نرفض النقاش في هذه المسألة ولن يكون إن شاء الله لأنها مسألة خطرة على البلد بين ناقشت أنتو كتحالف وطني يعني ما عرف أنتو وصلت النتيجة ويا السيد الصدر أنه مشكلته ويا المكون الشيعي أو الممثل عنه اللي هو التحالف الوطني لو مشكلته بوجود السيد المالكي داخل التحالف الوطني بكل هاي الحراكات الأخيرة والشد والجذب اللي صار والاجتماعات والدعوات لعودة التيار الصدري والرفض المقابل خليلي أقول للاجتماع الأخير اللي صار أصور هو يوم الجمعة بصلت النتيجة ويا أنه مشكلته ويا التحالف أم مشكلته مع وجود السيد المالكي لا هو أنا يعني مو متحدث باسم سماحته وهو أيضا لا يكتم شيء يعني سماحته السيد المقتدى يظهر مخاوف محاذر اللي يشوفها بالعملية السياسية ويؤشر ويؤشر بوضوح أيضا يعني ما يستعمل لغة السياسة ولغة التمويه واضح في عمل في طروحاته كل هذه تناقشت يعني كل هذه مخاوفة هواجسة نوقشت أما أنه هل طلعوا بنتائج طبعا طبيعا هيتش اجتماع هيتش اجتماع ما بيها مقررات ونقطة ألف ونقطة بار ونقطة ما بيها مقررات ولكن هي عملية تطمين عملية إيصار رسائل من عندنا أوصنا رسائل هل الرغبة بعودتهم أكدناها مرة أخرى بعودتهم إلى التحالف الوطنيين استعملنا مصطلحات أنه المقعدكم موجود الباب لم يغلق يعني إحنا من نطرح رسالة الدورية يحاول يعتبر أنجاز السيد الحكيم عودة التارة الصدرية أو كتة الأحرار بلا شك إذا تمكن في فترة رئاسته لإعادة التيار الصدرية أكيد إنجاز عظيم وهو أول مرة أول خطوة أول خطوة قام بيها سماحته هو بحث ورقة سماحة سيد مقتدر الصدر واستقبال الوفد ودعا رئيس الوزراء وكل هاللي شفتوها وطلعوا بمؤتمر صحفي أول خطوة اللي قمنا بيها في التحالف الوطني هو هاي المسألة وما قدرنا منجحنا لسبب فجأة صارت اليوم إذا رجع التيار الصدري أكيد يسجل إنجاز للاستماحة ناقش داخل التحالف الوطني لو تنتظرون عودة التيار الصدري كتة الأحرار إلى التحالف الوطني الخوض يعني البعض بدأ يلمح الخوض بقائمة انتخابية وموحدة هسا نعرف تنتظرون شكل القانون الانتخابي هاي كل كل الكتل تنتظر شكل قانون الانتخابي لكن ممكن أشوف تحالف الوطني بقائمة واحدة بعيدا عن اتلاف دوت القانون بعيدا عن الاتلاف الوطني بعيدا عن المسميات الجزية الخاصة طبعا كل هذه الأشياء موجودة وأنا بالنسبة إلى سألت أنه عودة تار صدري رأيي الخاص رأيي الخاص أنه لا أعتقد عودته قبل الانتخابات رأيي الخاص يعني من مجساتي من أشوفه النوع الخطاب اللي يطرحوا نوع الرسائل اللي يطلقوها نوع الشعارات اللي يطلقوها شعارات توحي بأنه هم ما راضين عن عمل التحالف الوطني وهم يجدون نفسهم هم البديل هذا الرأيي الشخصي أما مسألة الكتل والانتخاب الكل تنتظر قانون الانتخابات جه تحدد التحالفات تحدد طبيعة الاتلافات تحدد أنه ننزل بقائمة بقائمتين بقائمة كبيرة ممكن يكون لكم الرأي الأكبر على اعتبار أن تلك الكتلة الأكبر ممكن يكون لكم الرأي الأكبر بشكل القانون الانتخابي القانون الانتخابي نعم ولكن تدرون أنه اليوم مسألة مؤثرات كبيرة يعني اليوم مرجعية إلى تأثير الشارع إلى تأثير القوى السياسية إلى تأثير القوى الكبيرة إلى تأثير قوى صغيرة على اتفاق معين على قانون معين لأن كل قانون يخدم شريحة معينة يعني لعله الكتل الصغيرة في التحالف الوطني ترى شيء والكتل الكبيرة ترى شيء آخر مسألة القانون دائما هو محل جدل فإذاك يشوف بالساعات الأخيرة القانون يأتي ويدفع وبسرعة ويمضي وأربع خمس قوانين إذا مؤكثر هي الآن مطروحة قانون من رئاس جمهورية قانون من رئاس الوزراء قانون من الأخوة بالأحرار قانون من السيد عبدالهادي الحكيم اللي يظن أنه مثلا به هوا أو بأتبار قريب من بيت السيد المرجع يظن أنه مثلا هوا المرجعية به قوانين أخرى قدمته كتل أخرى بالنتجة يظل له بالفعل عدكم دفع أنت بهذا القانون لا مهو ما أعلم بشكل رسمي هو الرجل بإسمه أعلنه بإسمه وحتى قال أنه رأي يعني مو خلها شيء عائم يعني سألنا قلع هذا رأيي الشخصي ولكن بنتيجة قربة من المرجعية تفكير تفكير مرجعية يظن أنه هذا بمثلا فشيء مما تميل له المرجعية جيد فلذلك أحنا من هذه القوانين كلها ما نقدر بسرعة نتفق على شيء معين الكرد إليهم طموح الأخوة السنة إليهم طموح إحنا داخلنا فلذلك المسألة معقدة شوي وإحنا بدأ ندفع باتجاه الإسراء في حسم قانون المجالس المحافظات وقانون مجلس النوار جيد قبل أن المفروض أختم لكن أرجع على أول قضية من سألتك على شل اللي عرفتوه باجتماع السيد العبادي مع السيد الصدر في كربلاق قلت كل شي ما وصل أنه غير يترشح بالإعلام ما صارتك بعد زيارة يعني من تظرين أنه ممكن أنه يكون لقاء بين السيد العبادي والسيد الحكيم حتى يطلع على أخير ما وصل يعني بلا شك أنه سيكون إما اتصال أو لقاء قريب ما يدور بالساحة وأهم شيء هو هذا الشيء خلينا أشكرك السيد رعالي الحيدر القيادة في المجلس العليل الإسلام شكر لك وحضرك شكر لكم مشاهد الكرام حلقتنا انتهت موعدنا وغد مع السلام اشتركوا في القناة